السلام عليكم ازايكم يا بنايات النوردة هنعمل الوردة دي ومن زيتها ان هي تعمل على قطعة واحدة بدون توصيل كتير بس هنستخدم لونين مختلفين احنا هنستخدم هنا اللون الاخدر واللون البنبة انا استخدمت ابرا مقاس تلاتة وعملت هنا عقدة البداية وهستخدم خيط اليزا ديبة على فتلتين طبعا انتوا ممكن تستخدموها على فتلة واحدة زي ما تحبوا على اساس ايه ان انتوا تصغروا الحب هنعمل تسعة وتسعين غرزة سلسلة تمام بعد ما عملنا تسعة وتسعين غرزة سلسلة هنبتدي نقلب الشغل للضهر وهعد تمن غرز مش هشتغل فيهم وفي الغرزة التسعة هعمل فيها عمود ستة سبعة تمانية ودي رقم تسعة هشتغل فيها غرزة عمود انا اعتبرت ان الجزئية ديت عمود اهوة وبينه سلسلتين من فوق وسلسلتين من تحت عشان احنا بعد كده هنشتغل سلسلتين وبعد كده هنعمل عمود هنعد واحد اتنين من تحت برضو نسيبهم وفي الثالثة هنخش نعمل عمود سلسلتين تاني وتحت هنعد واحد اتنين وفي الثالثة هنخش نعمل عمود سطر ده كله هنشتغلوا كده سلسلتين عمود سلسلتين عمود وتحت نسيب ايه غرزتين من غرز السلاسل ونشتغل في الثالثة وكزا لحد ما نخلصهم للاخر ده كده شكله بعد ما خلصنا السطر دوت المفروض هيتكون عندنا اتنين وثلاثين عمود في السطر بما فيهم العمود بتاع البداية اللي احنا اللي هو السلسلتين اللي احنا معتبرينهم بمسابات اول عمود ماشي هنعمل ايه بعد كده بعد ما هنتأكد ان هو عددهم مزبوط هنلف الشر وهنعمل غرزة حشو في اول غرزة وبعد كده هنعمل سلسلتين وغرزة حشو تاني وفي الغرزة في الحشو ديت هنعمل بعد كده ارتفاع خمس سلاسل نعملهم غرزة بيكو اتنين تلاتة اربعة خمسة في غرزة الحشو نفسها هنا في الجزئية ديت بنخش فيها وبنعمل فيها غرزة منزلقة على الخمس سلاسل اللي احنا عملناها ديت هيا دي كده غرزة البيكو ولازم يبقى الخط مريح شوية عشان لما تيجوا تاخدوا غرزة المنزلقة فيها تبقى ايه مزبوطة تاخدوا بعد كده سلسلتين تاني وبعد كده على العمود تعملوا غرزة حشو يعني الشغل يعتبر فوق العموين بعد كده هتاخدوا سلسلتين تاني ده كده شكل الايه الغرزة هناخد بعد كده سلسلتين تاني وبعد كده في الغرزة ديت هنعمل غرزة البيكو اللي على غرزة الحشو والمفروض السطر ده كله هتمشوه بالطريقة سلسلتين حشو سلسلتين حشو عليها بيكو سلسلتين هكذا ده المفروض السطر الكل هيمش كلا يعني احنا بعد ما هنعمل غرزة البيكو ديت هنعمل سلسلتين حشو بعدها كده سلسلتين بيكو بعد كده سلسلتين حشو هكذا مفروض نعمل كم مجموعة ست مجمع المفروض يتعاملوا بالطريقة ديت يعني ست مجمع يبقى فيهم غرزة البيكو كده احنا وصلنا لاخر المجموعة وهنقفل اخر مجموعة بسلسلتين وحشوف اخر غرزة كده ست مجميع بيكو بصوا شكلها هنلف الشغل وبصوا شكلها ده كده شكلهم ست مجميع المفروض آآ غرزة بيكو معمويد بعد كده هنعمل ايه في اول فراغ دوت اللي هي الفراغات بتاعت البيكو بقى هنعمل فيها ست عمويد. قادي اول عمود تاني عمود تالت عمود اربعة خمسة ستة وبعد كده هنعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبعد كده هنعمل في نفس الفراغ ستة عمويد تاني. انا جربت ان انا الغي غرزة البيكو حسيت ان ايه مش تبقى جميلة والفراغ اللي في النس ده هيبقى اوسع ومش جميل. فالاحسن ان انتو تعملوها ايه غرزة بيكو زي ما احنا قلنا عليها. ده كده اخر عمودة اهو. بعد كده هنعمل ايه? في الغرزة الحشو بتاعت السطر اللي فات هنعمل فوقيها تاني وغرزة حشو. تمام? وهنطلع تانية في الفراغ اللي بعد ايه هنعمل ستة عمويد. فيست الوردة ديت ان احنا ممكن نستخدمها بحاجات كتيرة قوي ممكن كشكل جمالي على السنة هي سري دي. ممكن نعمل بيها بوكي ورد. ممكن ندخلها في ملابس البنوتات. آآ ممكن ان احنا نعملها كتوكا او كأسويرة للبنات. بعد ما هنعمل ستة عمويد دولار هنرجع هنعمل تلات سلاسل تاني. ده كده اخر عمود في مجموعة ستة. دي سلسلة اتنين تلاتة وبعد كده هنرجع نعمل ستة عمويد تاني. يعني الفراغ دوت بنعمل في آآ ستة عمويد. تلات سلاسل ستة عمويد. وبعد كده بنرجع نعمل على غرزة الحشو غرزة حشو تاني. وكمان انتو ممكن تستخدموا خيوط آآ بواق خيوط ان انتو تعملوا بيها الورود مش مش لازم تجيبوا خيط آآ جديد بحيس ان انتو تا تستخدموه لأي بواق خيوط عندكم ممكن تستخدموها في عمل الوردة دية. بنخلص كده مجموعة الستة عمويد التانية. بعد كده هيت في الغرزة بتاعت الحشو هنعمل فيها حشو. وهنخلص المجموعة ديت برضو اللي هما الست مجموعة بتاع غرزة البيكو هنشتغل في نفس الغرزة ونشوف لحد ما تخلص. دول كده شكل المجميع بعد ما خلصت. وكده خلصنا المفروض اخر واحدة. فضل ان احنا هنعمل فيها حشو فوق اول غرزة حشو عملناها في السطر اللي فات. اللي هي الغرزة ديك. وبعد كده هنرتفع غرزة سلسلة. وهنقص الخيط وكده احنا خلصنا ورقة الشجر بتاعت الوردة دي اكده. هنرجع بقى الاول الشغل من ناحية التانية مش جانب ورق الشجر فاول الشغل في اول مجموعة آآ سلاسل اللي احنا كنا عاملينها دي هنعد سلسلتين من فوق والسلسلة رقم تلاتة هنبتدي ندخل فيها اللون التاني وهنستخدم تانية زي ما قلت لكم اللون البامبة برضو على فتلتين عشان يبقى نفس التموصل موجود. تمام? هنفش فيها غرزة سلسلة وبعد كده نعمل في الفراغ نفسه هنعمل غرزة حر وبعد كده هنخلي الخيطة دي الورا عشان ندريها وهنعمل سلسلتين وبعد كده هنعمل عمودين ادي اول عمود وبعد كده العمود التاني وبعد كده سلسلتين وبعد كده غرزة حشو في نفس الفراغ يبقى الفراغ كله هيبقى فيه نفس الشغل دوت وبعد كده نيجي الفراغ التاني هنعمل فيه برضو غرزة حشو وبعد كده سلسلتين وعمود خلو دايما الخيطة البنبة والورا ماشي عشان تقفى تدروها في وصف الشغل هادي عمود العمود التاني سلسلتين وغرزة الحشو المفروض الغرزة دي هنكررها آآ حداشر مرة يعني المفروض يبقى عندنا حداشر مجموعة من البتلة الصغيرة ديت هنكملهم ونشوف هنعمل ايه راجعها معكم تاني حشو اتنين سلسلة عمودين اتنين سلسلة حشو حشو اتنين سلسلة عمودين اتنين سلسلة حشو وهكزا لحد ايه اخر السطر لا مش اخر السطر لحد احداشر مجموعة هنعدهم احداشر مجموعة بعد كده ايه كمان كده هي شكل المجميع بعد ما خلصت البتلة الكبيرة برضو هناخدها برضو بدايتها غرزة حشو بس بدلا ما كانوا سلسلتين هيبقوا تلات سلاسل وبدلا ما كان عمود بلفة واحدة لأ هنخليه بلفتين نسحب اول لفة واللفة التانية هي واللفة الاخيرة بدلا ما كانوا عمودين هنخليهم تلات اعمدة بلفتين ما تنسوش ان هم بلفتين تمام ادي اول لفة تاني لفة تالت لفة وتالت عمودة اولا وبعد كده تلات سلاسل اتنين تلاتة وغرزة حشو في نفس الفراغ تمام هنرجعها تاني هنعمل غرزة حشو تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة تلات عمويد بلفتين ده كده اول عمود تاني عمود وتالت عمود وبعد كده هناخد تلات سلاسل وغرزة حشو يبقى انا هرجع معاكم البتلة كبير عبارة عن غرزة حشو تلات سلاسل تلات عمود لفتين تلات سلاسل غرزة حشو هنكمل البتلات زي لحد ما نوصل لورق الشجرة اللي احنا كنا عملينه في الاول خالص بعد ما خلصنا اخر بتلة هناخد غرزة سلسلة فيها بعد غرزة الحشو اللي احنا عملناها وهنقص الخيط عشان نخلص كده احنا كده خلص خلصنا الزهرة فضل ان احنا هنلفها بس ماشي شدنا الخيط البنبة وبابرة تنظيف هنبتدي ناخد الخيط البنبة دي وحنلف الشغل الورا وايه هندخل الخيط دوت ورا الايه في جزئية يعني تنظيف شغل هننضف الشغل من ورا في الخيط البنبة بالراحة كده ندخل الابرة انا مستخدمة ابرة كنوفا هنا زي ما تحبوا فيه ابر بلاستيك في ابر كنوفا اللي ناسبكم في تنظيف الشغل المهم ان هو الشغل يتنظف في الايه انا هدخلها مرتين في با تلتين وبعد كده هاقص الخيط البنبة دي ايه بعد كده نبتدي نشد البتالات والاوراق ورق ورق كده الفوق على اساس ان احنا نفرض الشغل عشان نبتدي نلف الزهرة او الوردة هنعمل كده مع كل الاوراق بعد ما هتفردي الورق كده والبتالات وترفعيهم هتيجي بقى ناحية اول ورقة او بتالات تبتدي تلفيا وتخلي الجزئية الخضرة اه اللي هي اللي تحت ديت مفروضة لتحت باستمرار يعني دايما خليها لتحت ما تخليش الشغل ايه يشبك الجزئية دي تطلع لفوق اللي فيها واحدة واحدة بحيث ان هي ما تبقاش برزة لفوق خليها دايما اه كأنها ملفوفة حوالين نفسها من غير ما ما تبقى برزة لفوق وجزئية لتحت زي ما قلتلك خليها ايه آآ مشدودة لتحت او معمولة لتحت عشان ده لها يساعدنا في تقفيل الشغل ان هو يبقى تقفيل الشغل ايه مزبوط او تقفيل وردة مزبوط لو برزت لفوق دخليها لتحت زي ما انا وردت زي ما انا عملت دلوقتي ايه اخر حاجة اللي هو الورق الاخضر وبعد كده المفروض هتقفيل الجزئية ديت آآ ان انتي ايه تقفيل الوردة بحيث ان هي تبقى سابتة خلاص انا عملتها آآ بابرة كروشي انتي ممكن تعمليها برضو بابرة تنظيف او بالابرة زي ما هتحبي هتخش في كل الفراغات اللي هي الخضرة ديت في كلها بقدر المستطوع لازم تخش فيها كلها وفي البابرة بالخيطة اللي هي بتاعت البداية دي هتعمل ايه تسحبي الخيط كده منهم بالروحة واحدة واحدة عشان ايه يتسحب ويبقى تمام اهيات وتقوم ايه واخد لف وتاني من جنب تاني من جنب تاني تعملي الحركة ديت قرر الحركة دي باقصى ما يمكن بحيث ان انتي تتأكد ان هي قفلت من كله ومتتفكش تاني يعني انتي كده خلاص بتقفلي الوردة ان هي ما تتفكش تاني تمام اعمليها كتير لحد ما تتضبط معاك وتبقي خلاص ان انتي تبقي متأكده حتى ممكن تتقديمي خطة تانية مش لازم الخطة بتاعت غرزة الايه البداية ده كده شكل الظهرة بعد ما خلصت اتمنى انتو تكونوا استفدتوا وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب للقناة سلام عليكم